نروح لربطة الأندية محمد هاني محمد هاني اللي قدم السنة دي أبتالي شرط الكابتن فرقت معاك هاني جدا جدا يعني أنا أعتقد أنه على فكرة مش قصة مستوى الفني بس يعني محمد هاني قدم قبل كده فيه أوقات كتيرة موسم كويسة وقدم بطولات ظهر فيها بمستوى عالمي وأثبت قدرات على المستوى الفني تقوله أنه بكي مين تييل لكن السنة دي أنا بشوف القصة مش قصة ناحية وناحية فنية بس لكن كمان فيه تطور ونطجة على مستوى الشخصية عند محمد هاني أنا شخصيا حسته في أوقات كتيرة جدا في الملعب ممكن يعني ما قلت شرط القائد ما كنتش ببالغ أحساسه أنه وصل لمرحلة بقى كابتن النادي الأهلي كابتن فرس تيم نادي الأهلي أو الفريه الأول ممكن تكون ادته إحساس بالنطج بالمسئولية ما كانش حسه قبل كده ساهمت بشكل كبير جدا في تطور شخصية محمد هاني داخل الملعب بالإضافة طبعا لتفوقه الفني وتقديمه الموسم سبات مستوى تطوره في النواحي الدفاعية اللي كانت يمكن الجمهور بتمسكها أو بيتكلم فيها دايما لكن أعتقد أن هاني قدم السنة دي واحد من أفضل المواسم مع النادي الأهلي وده كان سبب في اختياره حسب تصويت الجمهور كأفضل ظهير أيمن في الموسم الماضي هاني حقق خمس ألقاب مع النادي الأهلي السندي في الموسم ده واعتقد أنه تطور بشكل كبير جدا برضو لازم أحط بصمة مارسل كولر مع محمد هاني كواحد من الأسماء اللي اتطورت بشكل كبير جدا بتكلم على دوري بتكلم على دوري أبطال أفريقيا بتكلم على بوتلتين سوبر بتكلم على لقب كاس مصر فألف مبروك هاني وهو نفس اللقب بالمناسبة اللي تم الإعلان بمبارح أنه محمد شناوي هو الحارس الأفضل في الموسم الأخير ويستحقها وعن جدارة الحقيقة شناوي المازال قادر يحافظ على مستوى ومازال قادر يكون قائد للنادي الأهلي وقائد لمنتخب مصر كل التوفيق ليك واحد من العمدة الأساسية اللي بتراهن عليها بشكل كبير جدا في الموسم القادر